اشتركوا في القناة 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 فهمت؟ اشتركوا في القناة 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 ثلاثة أربعة أشخاص ولا تعتمد على مهنية ولا تعتمد تجميع فقط ما يعد ذلك لا صحف فعل النية معتمدة على سياسة معينة ولها أطر ولها أيضا معايير وتعتمد على الأسس المتعارف عليها والأخلاقيات لذلك تعتمد على من يرأس هذه الصحف ويعمل بها صحيح بالنسبة للضوابط الإعلامية في الصحف الإلكترونية ما هي بذلك الضوابط كنا نتابعها أول في أيام على أيام الصحف الورقية اختلفت المعايير السقف ارتفع والمنضمين لها أيضا أحيانا أسماء مجهولة في البداية عملية السماح لمن يستخرج الصحيف لذلك عدد الصحف كبيرة جدا في سعودية الآن هناك توجه في الوزارة في عملية ضبط هذا التوجه ومن يستطيع أخذ تصريح لإعتماد الصحف وغير ذلك لكن في التوجه القادم أنا أرى الآن بعض يا رب بيننا الصحف الورقية هي الصحف الآن تبدأ من وزارة الإعلام وأيضا الصحف ستلحق بها الصحف الورقية لتأسيس تصبح صحف دكترونية وليس صحف الورقية نعم طيب بالنسبة لفترة التوقف دكتور نايف كيف ممكن يستفيد منها الوسط الرياضي أتكلم عن المؤثرين يعني الإعلام الرياضي البرامج الفضائية وسائل الإعلام بشكل أتكلم عن اللي لهم صوت مسموع كيف ممكن نستغل فترة التوقف بعيدا عن الضوضاء والضجيج اللي قاعدين تابعها الآن على غير سنع يعني على غير قيمة احنا نشاهد الآن سجالات إعلامية أمس وقبل أن ستابع سجالات بين زملاء إعلاميين والله أحيانا يعني تتأسف تتأسف من نفسك وودك حتى تعتذر لكل المنتسبين للوسط الرياضي والإعلامي وحتى للجماهير من الألفاظ أو النقاشات اللي تصير بين الزملاء أو بعض الزملاء هذا السؤال أخي بندر لو كان مطروح هذا السؤال ألا أن الوسط الرياضي يضم فئة معينة أو شريحة كبيرة فعلا كان يهمها الرأي والصالح العام لكن المتتبع لوسط الرياضي وأنا كثير من 35 سنة أنا أتابع لوسط الرياضي قبل حتى الدخول بشكل رسمي فمن يتابع لوسط الرياضي يجد أنه وسط المنتسبين له مجرد أشخاص من تميل لأندية معينة يهدف أو يبحث عن مصلحة أو توجه هذا النادي حتى الأشخاص اللي ليس لهم مثلا أهداف مثلا لمصلحة هذا الشيء هو يبحث عن عن شهرة له أو يبحث عن استمالة مدرج معين لذلك لا يهمهمهم مثلا الصالح العام في حالة التوقف بقدر ما يهمه مصلحة الفريق الانتمله أو مصلحة الحزب يتبنى وجهته حتى في النادي الواحد تجد هذا التوجه لا يكون مثلا في نادي ضد نادي لا حتى في النادي الواحد لذلك سؤال هذا مميز ومهم جدا وكبير لكن أنا أتوقع أنه لا يتوافق بما يحدث في وسطنا طبعا أنا لا أقصي الشريحة المميزة في الوسط لكنها قلة وقليلة جدا نعم طيب عموما إحنا فقط نوجه رسالة أو نصيحة محب للجماهير والرأي العام الرياضي يعني هناك صحيح أن هناك بعض النقاشات أو السجالات سواء تحدث بين زمل إعلاميين أو حتى بين جماهير عشان ما نخصص فيها معينة فلذلك لابد أو يجب أن نرتقي ونحذر ممن يسعى للارتقاء على أكتافكم على أكتاف الرأي العام على أكتاف الجماهير على أكتاف رياضاتنا السعودية على كل ما يخدم مصلحته الشخصية مثل ما تفضل قبل شوية دكتور نايف قالوا أن هناك من يسعى لي أجندة خاصة من يسعى لي خدمته أو مصلحته الشخصية نحن نحذر منهم يجب أو يفترض أن نتعامل معهم بأكثر ثقافة أكثر وعي أكثر إدراك لا نعزز لهم ولا نسير معهم في نفس المركب بل أن نحاول قدر الإمكان أن نجعل هذه العجلة تتعطل عجلتهم يجب أن تتعطل حتى نرتقي برياضة وطن حتى نرتقي بالطرح الإعلامي الطرح الذي يفترض أن يكون عليه وليس الذي حاصل الآن في الرأي العام الرياضي هي نصيحة فقط رسالة أردت أن أوصلها من خلال برنامج عالم الصحافة لأنني بالفعل يعني من خلال متابعة دقيقة الأيام الماضية في فترة التوقف ويمكن الأحداث متوقفة والوضع يجب أن يكون هدوء لدعم المنتخب لدعم الرياضة السعودية لمناقشة الكثير من القضايا والإشكالات في الرياضة السعودية وليس لي فقط متابعة سين من الناس أو صاد من الإعلام الرياضي ماذا يقول ماذا يطرح ماذا يريد أن يصل فبالتالي هي رسالة لكل محبي رياضة وطن نبدأ أول فقراتنا المشتات نبدأ مع الرياضية مكافآت الأخضر توقف تحضيرات المنديال منها إلى الرياضي المنشتة الكبير عالمي جديد يقترب من العميد في صحيفة النادي الأخضر فرض سيطرته والهجوم يخذي له سلوفينيا مقلب كانت هذه المنشتات نتحول منها إلى العنوين أول عنوان حول ما يدور في أروقة الفيفا وما اتخذه من قرارات أعتبرها قرارات كوارثية بالنسبة للعبة كرة القدم على مستوى العالم نتابع عنوان أول من صحيفة الرياض الفيفا يزيد عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتبارا من 2026 إلى التفاصيل بيّن نائب رئيس الاتحاد الدولي الفيفا ورئيس الاتحاد قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم البارغوياني أليخاندرو دومينيغيز إلى أنهم من المتوقع أن يتم تغيير نظام تصفيات كأس العالم بدءا من نسخة 2026 بعد زيادة عدد منتخباتها إلى 48 بدلا من 32 وقال في حديثه لصحيفة الرياض أعتقد أننا سنقوم بتغيير نظام التصفيات وتحديدا في أمريكا الجنوبية فالمنتخبات التي تخوض التصفيات 10 فقط لذا من المتوقع أن يحدث التغيير قرر الاتحاد الدولي كرة القدم رفع عدد منتخبات كأس العالم بدءا من 2026 إلى 48 منتخبا بدلا من 32 جاء ذلك بعد أن صوت مجلس التحاد الدولي بالإجماع أمس الثلاثاء على تنفيذ مقترح رئيس المجلس السويسري إيفانتينو على أن توزع المنتخبات إلى 48 أو توزع المنتخبات الـ 48 على 16 مجموعة تضم كل منها ثلاث منتخبات يتأهل إثنان إلى دور 32 مرور بثمن النهائي وحتى المباريات النهائية إذا ارتفع عدد المباريات الملعوبة من 64 إلى 80 على أن تقام جميعها خلال المدة الاعتيادي 32 يوما طبعاً الاتحاد الدولي حدد مايو المقبل من أجل عرض هذا المقترح أو هذا القرار على الاتحادات الأعضاء لإقرار تنفيذه من عدمه دكتور نايف خاني أبدأ معك أولاً كيف تعلق على هذا القرار والله أرى الأهداف مايواضحة الزيادة 48 لكن مستويات كاس العالم في بعض مجموعاتها يكون مستوها تعيش جداً لأنها تضم أسماء أو منتخبات يعني ضعيفة وبالتحديد مثلاً المتأهلين من قارة هاسيا يستثنيت منتخب ومنتخبين وهم لا يقارون أيضاً بالمنتخبات الأخرى بمجرد وصول منتخب آسيا مثلاً للدور الثاني يعتبر إنجاز لهم بمجرد في حالة زيادة المقاعد سيتتهى المنتخبات أخرى وتكون نتائج كبيرة وسيئة جداً لذلك ليس في صالح كاس العالم زيادة مثل هذه المنتخبات خفاظ المستوى في كاس العالم هذا أيضاً مستوى طارد للجماهير شاهد بعض المبارات لا يحضرها بعض الجماهير أو كاس العالم كوسى وفني لا يظهر بالمستوى الحقيقي لما يكون في الأدوار متقدمة والسبب وصول بعض المنتخبات الضعيفة جداً نحن مرات سفناء كوري الشمالية تصل لكاس العالم ومرات البحرين نفس لنا شوية يوصل لكاس العالم هو حق من حقوقهم لكن أن تصل لكاس العالم بمنتخبات أقل من المتوقع فهذه ليست في صالح أو متعة المشاهد ممكن لها أهداف تسويقية وأهداف أخرى لكن حقيقة لا ممكن أن يكون الاتحاد موافق ويكون الاتحاد لاسب ممكن على هذه الفكرة حتى تصل بعض منتخبات قارتاسية لكن الحقيقة ليست في صالح لعبة كاس العالم نائية يعني حنا في فترة ماضية في النسخ الماضية لكاس العالم كنا أحياناً ننتقد المستوى الفني القيمة الفنية لأغلب المباريات ما أقول لك بعض أغلب المباريات قيمتها الفنية أقل من المتوقع بل أن مبل الأكيد بطولة أم أوروبا مستوائها وقيمتها الفنية أكبر وأعلى أمتع حتى من كاس العالم الآن فما بالك الآن وهي 32 فما بالك الآن إذا رفعتها إلى 48 أنا شخصياً أرى بأنها يعني كارثة كبيرة في حق كاس العالم أهم بطولة على مستوى كرة القدم حتى الوصول لكاس العالم في السابق كان له لذة كذا وصول كاس العالم تحس فيه شيء صحيح الآن وصول لكاس العالم أي منتخب شارك هنا وتوصل لكاس العالم ما فيه الهدف ومتعة للمشاهد بقدر ما فيه مثلاً وصول أكثر أعداد منتخبات ومباريات أكثر فقط نعم طيب على هاشتاق عالم الصحافة قبل أن ننتقل عنواننا القادم عبد الرحيم العمري يقول هل أنتمع أو ضد زيادة عدد المنتخبات ومشاركة في كاس العالم أنا شخصياً ضد الدكتور نايف أكيد أنه من كلامه ضد ضده نعم محمد الجهني يقول برنامج مدة ساعة غطوه في المحاور مطروحة بعيداً عن الخروج في الأمور الجانبية صحيح نحن عندنا مجموعة من العنوين مجموعة من المشتات أحياناً فقرات ثابتة في برنامجنا ويجب أن نعطيها حقها بشكل كامل لكن في بعض الأمور في قضايا في مستجدات في غيرة مواطن على رياضة وطن يعني فيه ناس محبين مخلصين للرياضة السعودية فيه ناس يعني إحنا ترى في برنامجنا هذا مو بس فقط نكتفي بقراءة عنوين ومناقشتها إحنا ترى نقدم رسالة نسعى لأن نقدم رسالة سامية ترتقي برياضة وطن ترتقي بالطرح الإعلامي فبالتالي لابد أن نقدم هذه الرسائل بشكلها الإيجابي حتى في طريقة تعاطينا أو نقاشنا مع الضيوف لابد أن يكون تعاطي إيجابي وتعاطي الطريقة المتوازنة في الوقوف مسافة واحدة من الجميع سواء على مستوى الإعلاميين أو على مستوى المسؤولين أو على مستوى القضايا الرياضية زيدان أحمد يقول خشف المواضيع الرياضية المستجدة عبدالله يقول فترة التوقف إعداد المنتخب ساخنة جدا الانتقالات الشتوية وكالعادة النصر والعمراني وعبدالغني لهم النصيب الأكبر في جميع البرامج إحنا عندنا عنوان قادم عن الشأن النصراوي ما يحدث فيه من تطورات سلطان الدوسري يقول هل أنت طبعا سؤال لك يا دكتور نايف مع توجه الإعلام الهلالي وإدارته بشكوى رئيس الطائرة إذا نعم سبق وغرد مسؤول الرياضي بنفس الشأن إحنا أيضا عندنا مساحة راح نتحدث عنها فيما يتعلق بالشأن الهلالي وما يحدث فيه من تطورات نتحول إلى عنوان الآخر عنوان جديد حول الأخضر المنتخب السعودي ينهي ودية سلوفينيا بالتعادل من العنوان إلى التفاصيل خيم التعادل السلبي على المبارات الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره السلوفيني أمس الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة يستعد المنتخب السعودي لاستكمال مشواره في التصفية الأسلوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا حيث يلعب في المجموعة الثانية بجوار منتخبات الإمارات واستراليا واليابان والعراق وتايلند بينما يستعد منتخب سلوفينيا لاستكمال مشواره في التصفية الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم أيضا حيث يلعب في المجموعة السادسة بجوار منتخبات إنجلترا سلوفاكيا ليتوانيا وإسكتلندا وأيضا منتخب مالطة طبعا جاء أيضا في ثنايا هذا الخبر دكتور نايف يذكر أن الشارع الرياضي السعودي ما زال متخوفا من الوهن الهجومي في التصفيات الآسيوية خصوصا أن مهمة الأخضر ما زالت محفوفة بالمخاطر والصعوبات رغم تجاوزه المراحل السابقة بنجاح هل هو بالفعل؟ طبعا قبل لا يبدأ كاس العالم أنا قرحت فكرة أن يكون عند المسؤولين في المنطخب والاتحاد القدم فكرة المنافسة على البطاقة الثالثة المنطخب الآن البعض يقول تصدر وقدم مستوى جيد هذا الشيء يحسب بأعتفيق الله عز وجل المدرب ما أرفك وللدعوات الصادقة ترافق المنطخب نعم منتخبنا يحتاج للكثير ليس مباراة الأمس لا أحكم مباراة الأمس حتى في المباريات التي كنا حصلنا فيها فوز لو استثنيت من المبارات السرالية لأننا أدينا ومبارات الإمارات أيضا في آخر الشوط الثاني أيضا حصلنا على النتيجة لكن في المباريات الأخرى فكانت توفيق الله و الدعوات مصاحبة لمنتخبنا صحيح الآن في صعوبة جدا على منتخبنا إذا كان المدرب أكيد يعرف هذا الشيء ومؤمن فيه على لاعب المنتخب السعودي يدركون مرحلة قادمة صعبة جدا حتى الجمهور الرياضي لا بد أن يعرف أن المرحلة القادمة صعبة جدا ليس معنا أن نتصدر لنا ممكن صحيح نخطف حتى البطاقتين لا عندنا صعوبات كبيرة جدا في خط الدفاع عندنا أيضا صعوبات في خط الهجوم أنا ستطيع التسجيل ما أرفك الآن متذمر بالخط الهجومي سنلعب في تايلند في الأرض هناك سنلعب في استراليا في الأرض هناك حتى اليابان في أرضنا هنا لا يمكن أن نسلم بأننا سنكسب النتيجة لذلك نقول إذا الأمور فعلا على وضعيتنا الآن أتمنى أن لا نفقد الأمل كله أقل شيء البطاقة الثالثة المالي متشائم لكني أنظر للواقع بشكل صحيح يعني البطاقة الأولى والثانية نحن بعيدين عنها نحن متصدرين الآن نحن في خطر كبير جدا حتى ونحن متصدرين الفارق الآن نحن معانا للأستراليا واليابان والإمارات والفارق أيضا ليس بكثير جدا لذلك ومكان تقليصه سنلعب مباريات صعبة جدا لا تنسى أنك تلعب أغلب بارياتك خارج أرضك هنا تكمل الصعوبة لمنتخبنا أنا ما أدري سياسة ما أرفك لكن في ظل هبوط مستوى نائف الزازي وإصابات ابتعاد اللعب ما نبحث عن مهاجمين آخرين فعلا حسن الراهب يعني متقدم في العمر ولكن ممكن يكون ورقة أيضا إضافية لخط هجوم المنتخب الآن بظل تواجد محمد السهلاوي مثلا ناصر الشمراني وابتعاد هزازي أنا أرى أن أفترض أن حسن الراهب يكون من ضمن خط الهجوم في المنتخب خاصة في ظل أن خط الهجوم في المنتخب الآن يعتبر عقيم وجالس يقدم مستويات متميزة فترة أخيرة هي ليست قياس حسن لعب حماسي جدا والدفاع لا تجده في الدور السعودية لا تجده مثلا في منتخبات تصفيات كاس العالب لكن كورقة إذا احتجتها يكون موجود معك خاصة من طريقة لعبة مختلفة عن الموجودين الآن في المنتخب نعم يعني حتى بعض الأسماء التي استبعدت مع كل احترام والتقدير ماذا أضافت للمنتخب بالفترة الماضية؟ يعني إذا كانت هذه الأسماء لم تقدم الأنديتها الشيء المطلوب منها فماذا تنتظر منها أن تقدم؟ يعني على سبيل المثال الحديث عن الكابتن نايف هزازي حضور نايف هزازي المصاب في قائمة مارفك أثبت عدم نجاحه في ظل عدم قدرته على التسجيل أمام منتخبات ذات مستويات ضعيفة وإن بدأ هذا الأمر مباررا لللاعب الذي ابتعد طويل عن قائمة فريقه الأساسية النصر ظل خيارا أخيرا في حسابات مدرب فريق الكرواتي زوران بعد الكرواتي توماسوف والسهلاوي وحسن الراهب إذن هي الآن هو انتقاد يوجه للسيد مارفك إن بعض الأسماء الآن حتى ونستبعدت بداعي الإصابة ماذا قدمت لك الفترة الماضية؟ لماذا أنت تعتمد عليها الفترة الماضية؟ عندك هناك أسماء؟ هذا هو الموجود حاضرة بشكل مميز هذا هو المدرب عالمي ومدرب أيضا دكي يجب أن يتكلم لكم يا الجمهور الرياض السعودي أم عندي كذا هو عارف وضع الكرة السعودية ما وصل لمنتخبنا الآن ونقول نحمد الله صار عندنا منتخب قبل ما صار عندنا منتخب ثنين ثلاثة يطلعون ويرجع عشر بدالهم وكل لاعبين الدوري في المنتخب كان المنتخب هذا عبارة عن مرور ويرجع مرة ثانية لاعب كنت أول لو أسألك عن التشكيلة ما تدري هو الآن الآن لا صحيح يحسب له استقرار فنيس استقرار يصنع مجموعة تؤدي بشكل جيد وأيضا ساعدها مثلا نواف العابد بتألق مستوياتها هذا ساعدها فهذا المولد أيضا بمستوياته ساعدة نعم المستويات التي قدمها مثلا عمر هوساوي أيضا ساعدها لكن هذا ما راح توصلك بعيد كرةنا الآن نازل نعرف الواقع كرةنا الآن أقل من المتوقع أقل بكثير من المنتخبات حتى لو ساعدنا لكاس العالم منتخب هذا لا استطيع أن تجاربه هاي منتخب والسبب أن المستوى الفني أقل من المتوقع هو استطاع أن يرسم منهجية معينة ويعتمد على بعض الأسماء لحققت نتائج ومستويات رائعة هذا المولد نواف العابد أيضا عمر هوساوي قدم يا سلام سليم في فترة من الفترات قدم مستوى أما البقية منتخب لا تستطيع أن تقول هذا نجم بارز طيب هل يمكن أن نراهن على منتخب يعاني من عقم هجومي هل يمكن لا يمكن طبعا أنت الآن في المرحلة القادمة مباريات صعبة جدا ممكن تكسب فرصة واحدة تستطيع أن تكسب المباراة بفرصة واحدة ثم شيء آخر ما عندك أنت مثلا تستطيع أن تلعب ضد المنتخبات القوية مثلا بالدفاع أيضا عندك مشكلة في الدفاع و أيضا حتى الحراسة أيضا فيه اشكال عندك لذلك هو يعاني منتخب السعودي لا يظن الجمهور الرياضي أنه سيكون في الصدارة و أنه سيكون مرتاحين نصر هذه السعلاة بالعكس الأمر صعب جدا طيب إقامة معسكر في ظل عدم ارتباطك من مباريات رسمية فقط أيام الفيفا على سبيل المثال تلعب أمام منتخب متواضع منتخب سلوفينيا ماذا يمكن أن تقدم لك أو يكون لها انعكاسات إيجابية عليك يعني أنا اللي فهمتها الآن ما أرفك أمس منتقد اللاعبين قيل له أن ترى معسكر هذا اللي في أبو ظبي ما هو بلتر فيه يبدون أن فيه حصل بعض التصرفات اللي أعطتها انطباع أنهم رايحين رحلة ولا تمشي فعاتبهم بقسوة قال ترى هذا المعسكر ليس للترفيه وهذا حتى جاي العنوان حتى بأخذينا اليوم صحيفة الرياضي كعنوان فرعي ما أرفك لللاعبين أبو ظبي ليست للترفيه طيب أنت كمعسكر أو حتى لو تلعب مع مباريات مع منتخبات متواضعة ماذا يمكن أن تقدم لك؟ لا هو نحن كواسط الرياضي دائما يعني شوفوا فيه لازم منتخب قوي و لازم المدرب عنده منهجية ممكن من أول أهدافه عدم ابتعاد التشكيل عن بعضهم البعض التجانس الموجود والتفاهم و أيضا وقوف على جاهزية بعض الأسمان يحتاجها مثل الموقفين من لعب بدالهم فهذا الشيء مهما كان الخاص بيلعب معه أنا أحقق ملهجيتي يكون لعبين أطلع على مستوى البدلاء و حققها فيها المباراة بغض النظر سواء فزنا أو انهزمنا أو كان المنتخب قوي أو ضعيف هو حاول من خلال هذه المباراة أن يطلع على البدلاء و مستوياتهم أيضا يكون اللاعبين قاربين من بعض يرسم خططه للمستقبل أو المنهجية لذلك أنا أرى أن تخطيطه بالعكس ممكن نهاجمها لأن المنتخبات ليست ليست المنتخبات المطلوبة لكن الحقيقة توجه مارفك السليم و أنا مع مارفك من أول ما تعاقد مع الانتحال السعودي أنا مع أتوجه بمن يحقق نتائج جيدة و المنتخب معه أيضا يحقق انتصالات فهذا هو المطلوب طيب تجربتنا مع المعسكرات الطويلة ناجحة أو غير ناجحة استعرض أنت المشاركات أو المعسكرات السابقة كلها ما؟ عمر المنتخب لا تحقق نتيجة إذا لم يكن هناك العناصر التي تحقق لك النتيجة من ضمن الأشياء التي عام 2002 حققنا معسكر و لعبنا مباريات كبيرة و حققنا نتائج رائعة جدا لدرجة أننا أخذنا مقلة في نفسنا فكانت النتائج عكسية جدا لعبنا في الدمام و في الرياض و حققنا نتصال على منتخبات عريقة و نهى سماءها و قدمنا أداء أكثر من رائع و النتيجة هوين إذا لم يكن لديك عناصر مؤخلة قادرة على المنافس و ملاعبين متفهمين المرحلة القادمة لن تحقق شيء حتى لو عسكرت من بداية السنة نهايتها أول خمس أيام المسموح فيها الحالة من بعضها طيب باختصار مفيدة أو غير مفيدة؟ أنا أرى أنها غير مفيدة صراحة طويلة لا غير مفيدة طيب على أشتاق عالم الصحافة محمد بن ناجي المري يقول هناك صحفيين سبب في تعصب الشارع الرياضي أنصح المتابع الرياضي إلا يدعهم أن يطلعوا على أكتافهم بالأصحهم دخلا على الرياضة محمد علي المقنعي يقول يسأل ضيفك نايف الروقي هل نادي النصر سيحقق بطولات في هذا الموسم؟ هو الآن يلعب على النهائي ممكن حقق مرشح طيب ابن غيث الميموني يقول مشكلة يا بندر أنكم تستضيفون الإعلاميين اللي تكلمت عنهم في حلقات سابقة نحن نستضيف الإعلامي ما نستضيفه عشان نستضيفه عشان فكرة عشان رأي عشان ثقافة عشان خبرته عشان تأثيره حتى على الرأي العام اللي يحصل بره نحن ما لنا علاقة في حمد الحمدد يقوم بالعكس زيادة العدد روعة يتكلم عن زيادة عدد منتخبات في كأس العالم لا نعلم ما سيحدث بعد عشر سنوات انظروا الصين الآن كمثال أبو عبدالله حجيلي يقول من أسباب التعصب في وسط الرياضي بعض العناوين الصحفية الكاذبة والمخلة بالأدابة التي تثير الشارع الرياضي دون رقيب أو حسيب فهودي يقول عندما تشاهد النصر في الملعب تشاهد منافس قوي وعندما تسمع كلام نايف الروقي تشعر بأن النصر ينافس على الهبوط نايف طرحك عكس الواقع ما أجبنا النصر اليوم؟ لا يمكن متابع لك من فترات ماضية دائما حتى متابع أنا لا ناقش وابع النصر الفني أنا ناقش دائما وابع النصر الإداري لا يسأخافي عليهم بعدين نصر السنواتي كان شوية ينافس على الهبوط يعني لا تنسون نصر السنواتي الثامن وشوية ينافس على الهبوط عجبكم وضعت مركز الثامن مع أنه كان بطل الدوري يضم اسمه كبير طيب أشارد بهلالة يقول للأسف المعسكر خسارة الفريق المنافس لم يكن بتلك القوة تعطيل الدوري وهذا ليس بصالح دورينا وارتفاع معدل لاعبي اللياقي يقول خالد الخشي أو الخشي أو الخشي يقول كنت أتمنى هذه الغيرة أن تتكلم عن تغريدات رئيس اتحاد الطائرة أنا تطرقتها بشكل مختصر قبل شوي أحد المغردين ونرجع إن شاء الله نتكلم عنها يعني إحنا ما نتكلم عن شخص بعينه إحنا نتكلم عن مثل هذه التغريدات أو التصاريح أو الآراء اللي تثير الشارع الرياضي خصوصا إذا صدرت من مسؤولين يعني مسؤولين عن رياضة وطن أكيد أنه راح يكون لها تبعات سلبية سلبية للغاية ولعلنا نتذكر تغريدة طيب الذكر الدكتور بخاري وماذا صنعت في الشرخ الكبير اللي صنعته هذه التغريدة في الشارع الرياضي طيب نتحول من المنتخب إلى شؤون الأنديا السعودية أنديتنا أحد هذه الأنديا الكبيرة للاتحاد وما يحدث فيه من قضايا مالية وإدارية نتابع العنوان من صحيفة المدينة الاتحاد يكشف آلية السداد ومحامي مانسو يطلب إعادة النقاط للعميد إلى التفاصيل أصدرت دارة نادي الاتحاد بيانا حول نتائج اجتماعها مع المحامي الإسباني كريسبو وجاء فيه نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها نادي الاتحاد فيما يتعلق بملف المطالبات المالية خاصة الخارجية منها حرصا على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الآخرين وتحسب من أن تؤثر تلك المطالبات سلبا على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم الذي يواصل مشواره مع بداية الموسم بنجاح ولله الحمد فقد قرر مجلس الإدارة تشكيل وفد يمثله برئاسة المهندس حاتم بعشن رئيس مجلس الإدارة وعضوية الدكتور أحمد السقاف أمير الصندوق والدكتور ماهر عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة المستشار القانوني للتوجه إلى إسبانيا والاجتماع بمحامي النادي كريسبو لحضر الاطلاع على ملف القضايا والوقوف على تفاصيلها الدقيقة والتعامل معها بما يخدم مصلحة النادي وتفادي أي إجراءات مستقبلية ضده طبعا بعد الاجتماع مع المحامي تم التوصل إلى عدة لقاط أولا اعتماد آلية سداد المبالغ المستحقة للآخرين بما يحفظ مصلحة النادي بالاتفاق مع كافة الأطراف ثانيا امتدادا لجهود الإدارة وسعيها لاستعادة النقاط الثلاث تجاوب المحامي مع هذه الجهود خاطب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إلغاء هذا السحب وإعادتها لنادي الاتحاد أيضا ثالثا أكد المحامي أن مرحلة الدراسة والتحقيق في قضية اللاعب سعيد المولد اكتملت تماما من كافة الجوانب في انتظار تحديد موعد نهائي للنطق بالحكم في القضية أبو سامي نقدر نقول تكالبة القضايا والظروف الصعبة على الاتحاد بالتأكيد والاتحاد الآن بحاجة ماسة لشخصيات تدعم ماليا للنقاذ النادي مبتعدين الاتحاد ليس بحاجة الآن المحامي وليس بحاجة لأن هذه حقوق أشخاص آخرين لم يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة لذلك هذا حسن ممكن قرار آخر يصدر الاتحاد خلال الفترة القادمة إذا لم يستطع الاتحاد تسديد بعض المستحقات المالية القادمة لذلك الاتحاد ليس بحاجة تشكيل فريق تشكيل لجنة ظروف صعبة ليس الاتحاد بحاجة لشخصيات اتحادية تضخ أموال لخزانة النادي لتغلب على هذه المشاكل طيب نقدر نقول الإدارة الحالية الاتحادية تدفع ثمن الإدارات السابقة ثمن باهظ جدا بالتأكيد الاتحاد الآن حالية تعمل وعملها صحيح جاءت بعض المطالب المالية حتى الفريق المستوى الفني عملت لذلك تراكم إدارات سابقة لا أعرف كيف الإدارة هذا يتحملها أيضا الهيئة لا أعرف كيف إدارة دبس النادي في كمية من الملايين ثم تمشي بدون أي محاسبة بدون أي أصل حتى استنام وتسليم للإدارة اللي بعدها هم يتفاجعون بين فترة وفترة بقضية على نادي الاتحاد في الفيفا وقضايا صحيحة لا يوجد قضايا الآن نسحب النقاط اللعب من فترة يطالبهم حقوقهم لذلك الاتحاد نقول لك بحاجة ماسة الاتحاد والنصر بحاجة ماسة لمن يدفع ماليا لتغلب على هذه المشاكل مهما كان كلفت محامي ومهما كان شطارت هذا المحامي لا يمكن بعض القضايا أن يخرج منها الاتحاد النهائي لأن قضايا حقوقية متعلقة بلاعبين وليتك تتكلم عن مليون مليونيا عشرة تتكلم عن إذا كان قضية الحالها قضية اللعب سوزة 34 مليون يعني فما بالك بالقضايا الأخرى هو أحيانا هي مؤسسات حكومية لندية لما تحول لحق التجارب أو لأملاك خاصة انتظر مثل هذه الأشياء الاتحاد كان عنده مجموعة اسمها مجموعة المستقبل إجابة للاعب بالمبلغة الباحثة وأيضا لاعبين تعاقدوا معهم خلال فترة ومشوا بعد أربع سنوات خرجت المطالب المالية موجودة الاتحاد خلال فترة الماضية لم يوفق في رأيس نادي إداري فهم صح ولا في إدارة تركيبة إدارية الفهم في الاحتراف والفهم في الأمور القانونية لذلك قضايا الاتحاد الآن متراكمة ووضع الاتحاد خطير جدا إذا لم يجد من يموّل الآن تسديد فقط لا تبحثون عن موضوع مخرج من محامية ولا تسديد حتى لا يتعرض النادي العقوبات أنتدري أن نادي الاتحاد يمتلك أكبر قاعدة شرفية على مستولندي السعودية تدري عن هذا الشيء أو لا تدري حتى لو امتلك دعني أقول لك الآن نادي الاتحاد يمتلك أكبر قاعدة من أعضاء الشرف وأغلبهم ما سأقول كلهم من الطبقة المخملية اللي يمتلكون ثراء فاحش كيف ممكن يقفون مع النادي الآن وهما أساسا عندهم مشاكل مع بعض التوجهات للإدارة الحالية أو الإدارات السابقة عازفين تماما من الدعم يعني هل ممكن نقدم لهم انتقاد قاسي عتب يعني ناديكم الآن ينتخيكم ناديكم الآن ينتظر فزعتكم هل يمكن هل يرضيكم هل يرضيكم أنتم يا أعضاء الشرف المؤثرين المحبين للكيان الاتحادي اللي قاعد يصير الآن في الكيان الاتحادي في البيت الاتحادي هل يرضيكم ما يحدث فيه يعني إحنا قاعدين نتفرج ما قاعد يصير أنا كل يوم أتوقع الاتحاد بكرة نتكلم عن قضية جديدة أنا هنا في هذا برنامج كل يوم أفتح قضية جديدة كل ما خلصنا موضوع جانا موضوع آخر فهل هذا نحمل مسئولية بشكل كامل لأعضاء الشرف اللي حاجبين دعمهم عن البيت الاتحادي أو الكيان الاتحادي شف أنا بيقول لك شيء ممكن البعض ما يبغي يتطرق على هذا الجانب احنا رياضتنا تأسيسها خطأ تأسيس الإدارة نا كنا نعمل في الهواه الناس يحبون كرة القدم الموهوب من الحارة يجيب كشاف ومحب للنادي يلعب وموهبة يوسف اثنية من الحواري ماجد سامي ودخلوا ويحققوا لنا إنجازات نعم دخلنا في الاحترام عندما دخلنا في الاحترام ما كان هناك قيادات إدارية مؤهلصة حتى المدح اللي ينطرون على عملية الموجودة الآن ويرشون به الإدارات لا يوجد من تطبيق الاحترافين اليوم لا يوجد شخصية قيادية إدارية صحيحة وأنا أستثني شخص واحده خالد البلطان فقط البقية لا يوجد لهيئ معتمد على مجموعة شلة معاه ومجموعة سماسرة وتصني قبل ما يفاوض اللي يفاوضون اللاعبين من عشر سنوات يصني النادي بفاوض هذا اللاعب يعني أنت تقصد أن إدارة البلطان كانت إدارة ناجحة إدارة ناجحة طيب هذا على مستوى الأندي السعودية نحن نتكلم عن الاتحاد من بدانا هو نادي الاتحاد ما في إدارة ناجحة مرت عليه الموجود في الاتحاد الآن الموجود في الاتحاد هو موجود في النصر هو موجود في الهلال هو موجود في الأهل في جميع الأندي عندنا نحن دخلنا في الاحتراف كأسماء وكأنظمة ورواتب وعقود إلى آخرنا لكن الإدارة عندنا ما زالت متخلفة لم تصل لإدارات المحترفة اللي يمارس وهناك ناس مختصين فيه هو رئيس النادي صح المغرب جاء للتمرير فازوا بطولة أهلكم 150 ما فازوا يومين اختفى عنهم طيب منصور بلوي ما كان يدير النادي بشكل ممتاز منصور بلوي كان ما نقدر نقول عن إدارة ناجحة لا 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 لأن كمنجز ناجحة أنا أقول لك كعمل إداري لمنصور بلوي كان يعوض الأمور بالمادة موجود المادة مشكلة تم حلها طيب أنا كجمهور وشي همني أنا يهمني أن فريقي حاضر في المنافسة في الواجهة يحقق بطولات هذا اللي حققها مصور بلوي أنت تتكلم كجمهور وأنا أتكلم كواحد يتابع مصلحة الكرة السعودية ومفترض للهيئة لا بد أن تناك وراش عمل وهناك تشريعات رئيس النادي وإي واحد ممكن بعضهم شخص محترم ويعمل ويمتلك شهادات لكنه فاشل في العمل الإداري لذلك الفشل اللي يصل الآن من الأنديتنا إلى الفيفا أنا أتوقع لك لو عملت أكثر أنديف في العالم يصل مشاكلها للفيفا طيب عشان نختم في موضوع الاتحاد من اللي يتحمل مسؤولية لذلك يختم لك هالجزئة نحن لا بد أن يعاد هيكلة الأمور الإدارية في الكرة السعودية طيب الآن من اللي يتحمل المسؤولية اللي قاعدة تصير في نادي الاتحاد بالله شو أنا أحملها الإدارات اللي مرت على نادي الاتحاد أولا والهيئة كيف يغادر رئيس نادي ومحمل النادي ديو ما السهولة طيب أنا بلعسلان نادي وجميع الصفقات بيوقع عليها تتكلم عن الإدارة السابقة الإدارة السابقة والإدارة اللي قبلها الاتحاد عانى من بتاعات منصور ابن لوي ما بعد الإدارات كانت إدارات أقل من نادي الاتحاد حتى إدارة إبراهيم اللوي ممكن أن الجمهور كان متعشم كثير بحكم عمل مع إبراهيم لكن إبراهيم اللوي أقل بكثير من رسالة محترام الشخصي له نعم وغادر بطريقة غير مناسبة غادر المشهد الاتحادي صحيح والآن يمكن حتى انقلبوا عليه اللي كانوا معاه واتضحت الحقائق يمكن تغيرت آراءهم فيه بشكل كبير لأن العمل الذي داري هو يفرض نفسه أنا شدت الكلام بخالد البلطان لأنه مخرج من الشباب كان الأمور كلها مسددة وواضحة ثم خروجه الآن ماذا تأثرت الشباب بشكل كبير طيب سعد القفالي على الهاشتاغ يقول سؤالي للروغي هل عودة منصور ابن لوي لرئاسة الاتحاد تحل مشكلة الديون لا تحل عنده فلوس طيب تقول الاتحاد يحتاجه واحد يدعم ليه ما دعم ابراهيم مع أنه قال له فيه ميزانية مفتوحة هذا كلام لا مستهلاك وهذا ليس منصور أنا رجل محترم لكن هذا كلام عاطفي مشى على الجمهور العاطفي اللي ما يحكم العقل فعلا وين الواحد أنا كرجل أعمال يعني قصدق أن أضحك على الجماهير أنا عندي لا ما كانت العمل الذي قدم ابراهيم ما كان متوقع من ابراهيم أن يحقق مثل هذا العمل عمل أقل من المتوقع خاصة أنه اندخب وكان هناك زخم علامي كبير وعنده إرث سابق أجلوا شا اللي حصل طيب عمل خاطئ جدا أمل خاطئ أول قرار تعاقدات اللي عملوها يعني الآن مشكلة الاتحاد ليس في عودة منصور بلوي الآن مشكلة الاتحاد المشاكل الدارية متسلسلة من الدارات السابقة فلو يعود له منصور بلوي أو يعود له شخص آخر ما يستطيع حل هذه الأمور لأن نادي كبير يبحث عن بطولات مشاكل كثيرة وصلت إلى لقرارات الإنضباط لقرارات منفذة وليست قرارات منظورة نعم لذلك وضع الاتحاد أن أقول لكم اتحاد بحاجة إلى واحد إنزلنا واحد من السماء ويعطيه ستمائة مليون ويسدد الديون أو أن الاتحاد الآن يعمل على أن بعض اللاعبين يستغلي عنهم في عرض عقودهم رغم الآن دي ما تشتري ويسدد المبالغ الآن المطلوب من تسديدها حتى لا يتحصل على عقوبات صعبة جدا في كلام عن الكابتن فهد المولد ربما بيع عقدة أو هناك توجه من بعض الاتحاديين لبيع عقدة لتسديد ديون نادي بعد العرض المقدم والأخبار المتداولة أن هناك عرض كبير من نادي صيني ممكن ممكن إذا كان عرض خارجي أنا أقول لك ممكن لكن عرض أو من لن دير محلية ما لن دير محلية نعم تعاني يا الله تسد في عمرها ما قبرت لعبينها طيب محمد المتحمي يقول أزمة الاتحاد أحدثها بناء من خلال الإدارات المتعاقبة انقسموا إلى فريقين يتربصوا ببعض وأنا أرى أن يسلم النادي للهيئة وتتصرف ما رأيك هل ممكن الحل في الهيئة العام للرياضة قضايا الاتحاد أصبحت روتين يومي مثل شرب القهوة لكن مره على المشجع الاتحادي أحمدوف محمد المقنعي أتمنى أن تسأل ضيفك هل يتوقع عقوبات جديدة على نادي الاتحاد مستقبلا عبد الملك السياري بالنسبة لأزمة الاتحاد لو يتم تفعيل حساب بنكي لجمهور الفريق وتفعيل هاشتاق لمدة سبوع نحلت المشكلة بعد توفيق طيب عندنا عنوان آخر في صحيفة الرياضية من الاتحاد إلى النصر نشوفوا ما سيحدث في النصر اجتماع ينهي خلافات زوران وعبد الغني جاء في التفاصيل ينتظم حسين عبد الغني قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم الأربعاء وذلك بحسب تأكيدات اللاعب للإدارة بعد انتهاء إجازته الخاصة من المنتظر أن يعقد عبد الغني والكرواني مامتش مدرب الفريق اجتماعا لإذابة الخلاف بينهما وتحديد مدى مشاركته في المباريات المقبلة يتوقع أن يخضع لبرنامج تدريبي لياقي خاص يذكر أن حسين تقدم بإجازة خاصة في نهاية شهر نوفمبر الماضي ولم ينقطع عن التدريبات حيث أنه ظل منتظما في أحد الأندية الخاصة بالرياض دكتور نايف عودة الكابتن حسين عبد الغني للتدريبات من جديد أو انضمامها لتشكيلة زوران عودة للمنبع الأول عودة لإثارة المشاكل عودة للضعف الثني عودة للتغيير المنهجية للفريق عليها الآن عودة لكل شيء في النصر لكن لماذا تتجابيه؟ لماذا؟ من أي ناحية؟ من جميع النواحي أنا الآن أرى المدرب زوران والورقة الآن أمام إدارة النصر التي تلعب فيها وتلوح فيها للجمهور لا أتبقى إدارة النصر أي ورقة يمكن تلوح فيها للجمهور فالمدرب أبعد حسين عبد الغني لماذا؟ لماذا طلب إجازة حسين عبد الغني لماذا لا يسألون هذا السؤال؟ اللعب ضعيف فني متيد المشاكل لا يخدم خطط المدرب داخلية الداخل الملعب نحن نرى المدرب النصر الآن ومنهجية إلي عملها مع المجموع علي معه فإذا كان النصروين يهمهم النصر حسين عبد الغني أوكي دعوه يتمرل يكون جمب لكن لا يدخل تشكلة الفريق أو مع عناصر الفريق إذا كان يهمكم النصر إذا كان يهمكم حسين فإلى عمام بكر عاتي طيب دعوه الفريق يلعب عشر السيد زوران تتوقع أنه لا يعرف الكلام هذا؟ زوران الآن يعني السيد زوران ما قبل بالمصالحة إلا لأنه ينوي فتح صفحة جديدة ليش إحنا ما نفتح مع صفحة جديدة؟ هي مش خلاف شخصي عشان يفتح صفحة جديدة يفتح صفحة جديدة إحنا شايفين مستوى اللاعب في الملعب لا انتظم انتظم ولا تكرر تصرفاتك السابقة أنت منظم الأوراقي حسين من اللاعبين المنتظمين والمواظبين بشكل كبير انتظم أخلاقياً نظامياً منظباطياً تسلوكياً حتى مع زبالك هو الآن إحنا يقول إحسين منظبط منظبط على المواظبة والتدريبات وغيرها لكن إحسين عبدالغني الآن عمر لا دور والله لا دور إحسين عبدالغني الآن اللاعبين يلعبون في الفريق الأول لما كان يلعب ما ولدوا ما جوا عبداليا ذي إحسين عبدالغني مفترض الآن إذا كانوا النصوين يحبون إحسين عبدالغني يخلوا يلعب معكم يرجع لكن صالح سين أفضل من النصر أو أهم من النصر في المراتب الزوران إذا قبل بهذه المهمة فهو لا يخرج عن أمر رئيس أما أن الرجل خلاص تم تحجيم ومحاصرته وفرض عليه أو أن الأمر خلاص المدرب يضعين هي الموسم بأي طريقة ويمشي طيب الأخبار اللي طلعت أنت هي عقدة ويمشي الأخبار اللي طلعت بأن هناك نية لتجديد عقدة لموسم آخر بالله ريان صادر من نادي النصر أنا بالله عليك أنا شخصيا قرأت الآن هل في نادي محترف يخرج بيان ترى عندنا نية نجدد المدرب لا هذا نادي محترف تخرج عشان وضح للرأي العام من باب مسؤوليتي تجاه الجمهور النصراوي بعد الأقاوير اللي ظهرت الأيام الأخيرة وقّ معاه انت جاد وقّ معاه تم أعلن الجمهور أنه وقّعنا معاه لا أنا أبغى أبين للجماهير موقفي موقفي من السيد زوران اللي ظهرت عليها قاويل بأن هناك ربما إقالة ربما إبعاد ربما تحجيم ربما تدخلات أنا أبغى أبين الجمهور النصراوية أني أنا عندي نية لتجديد العقد أنا أقول لك شيء هو فيه بند في عقد زوران يحق لإدارة النصر تمديد العقد وفي حالة أنه انهاء عقده يدفع له ثلاث رواتب كشرق جزائي وفي حالة أنه المدرب رفض يدفع هو الثلاث فالبند هذا استغلت إدارة النصر هذا البند وأعلنت لجمهور النور بإمكاننا أن يمدد عقد زوران زوران سيمدد عقده بشرط واحد إذا وافق على أن حسين يعود التدريبات في العدد التشكيل الأساسية سيمدد ممكن عقد زوران غير كذا لأنه يمدد عقد طيب ليش إحنا ما عليش دكتور نان أنا أقول لك لأن اليهم ليش كل مشكلة تصير في النصر الآن من كلامك طبعا ليش كل مشكلة الآن أربطها بشكل مباشر في الكابتن حسين عبدالغني لأن الآن بعاد حسين عبدالغني الآن النصرويين نعيد حسين عبدالغني بعاد حسين عبدالغني إليه للواحد اثنين ثلاث من المشاكل اللي حصلت فنيا وأيضا انضباطيا لللاعب هذا بسبب هذه الأشياء أبعد حسين عبدالغني وحقق الفريق نتائج مميزة أولها وصوله ركاس والإلال وفي الدورية يقدم استميات جيدة لذلك النصرويين يعرفون وضع فريقهم فريق أخي بندر فريق منتخب والله منتخب كامل من جميع الصبر لذلك عودة حسين أنا أقول ليست في صالح النصر في حالة ماشية زوران نرى من نفس كنفار ودى سلفة ومدربين طيب أنتو وش استنتاجك لمثل ما قلت محاولات إعادة حسين لتشكيل تشكيل نصروية أنتو تقولنا فرض يعني فرض من 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 فرض من الإدارة مثلا على زوران من الإدارة فرض من نين معناته أنت المدرب لا لديك رأي ولا لديك صوت علما أن المدرب في الفترة الماضية الذي تابعنا كان مدرب صارم هو صارم لو لمه صارم لم يكن بعد حسين عبدالغن طيب هو صارم كيف أجل يقبل بأنه يفرض عليها الآن الآن بقيه زوران حسين صادم بدر حقباني ومشي بدر حقباني العمراني ومشي العمراني طبعا لم يكن في صدام ظاهري لكن كان الواضح جدا أن العمراني دعم المدرب بقي المدرب وأنا أعطيت لك احتمالات المدرب في حالة بقي المدرب وافق على عودة حسين عبدالغن فسيستمر المدرب ما وافق عليه فربما ينها عقده ثلاث رواته ويمسك الباب طيب لذلك أنا أقول لك الآن إذا كان النصرون يحبون النصر فعلا فيستمرون على موضعهم الآن وفريق ممكن في ناية المسجد هو متوج بالدوري ومتوج بطولة أخرى وبطلتين فريق الآن يسير بطريقة صحية مدرب عنده كرزمة خاصة عنده طريقة آلية خاصة غير في الطريقة فاجأة الخصون تفوق على مدرب كبير زيدياز أتوقع أن أي نادي عنده مدرب زياد المدرب ليعضع عليه بالنواجد من زمان يعني ما شفت بعد كرينو يدرب النصر مدرب بهذا أفضل من كرينو النتائج خدمة كرينو والدعم الجماهي لكن ما عناه المدرب هذا مع النصر ومع النتائج الحقيقة هذا شيء إيجابي كبير جدا لكن أنا لو أشوف دعم النصروي لحسين عبدالغني الجمهور ما في شيء شخصي أنا شيء يهمي مصرحات النصر الدعم الكبير جدا حسين عبدالغني أنا لو المحصلة وين حسين عبدالغني لا مستوفرني صح ولا انضباطي لذلك لو كان الدعم هذا لأحمد الفريدي بقول عنده إنتاجية لو كان إبراهيم غالب بقول إنتاجية لو كان مثلا حسين الراب الآن بقول إنتاجية يخدم الفريق حاليا لكن لاعب لا يخدم الخطات ولا طريقة اللعب ولا شيء وذلك في ناس من أصبح الآن يعزف على عاطفة الجمهور ويستمي لهم وأخذوا هنا بيان وهنا نتيجة وبعض الإعلاميين والتغطيات طيب وين دور الإدارة النصروية من هذا الموضوع لاعب منتهي فنية بالنسبة لك حتى للمدرب والله لو المدرب عارف أن حسين عبدالغني بيأدي أنا أعرف أن الكلام هذا يزعى للنصروي لكن هذا الحقيقة حسين عبدالغني تلعب يا حسين عبدالغني وتبي تلعب كورا اشتر لك نادي أنت رجع داري رح شف لك نادي ولعب معه ما في أشكال طب لكن جمهور يحترق وفريق في عزة وحقق بطلتين صعبة جدا إهلا لما مستلم البطولات موقف لما جاء بثلاثين بطول الاتحاد نفس الشيء لكن النصر ليه حقق بطلتين واكتفى إذا كان الجين دورا ما يعرفون قيمة النصر فليس شرون السابقي طيب وين دور الإدارة النصراوية من هذه القضية الإدارة هي جاسة الآن تعيد المياه لمجريها مثل ما ينشرون الآن واصلاح بين المدرب واللاعب أنا متأكدك مدرب محترف يهم نجاحك ما يهمه مثلا من يلعب ولا خلاف شخصي ولا غيره إذلك التفكير في مصرحة النصر هي أولى وأهم إذا كان النصر يريدون فعلا مصرحة النصر أنا مسكاة يتكلم معي نصراوي ويقول لو النصر الآن يستمر على استراتيجية لأنه عامل معها الآن ممكن يحصل الدول طيب على الهاشتاغ فهد السهل يقول حسين انتهى فنيا يا عالم حنا مو ضد حسين لكن لسن أحكام من العام وهم انتهي فنيا لكن المجاملات دمرت النصر سلطان الدوسر يقول من كلام الدكتور أن النية سيئة من جانب عبدالغني صحيح حسين لاعب عليه بعض الملاحظات لكن المدرب هو المسيطر ويعامله كأي لاعب يخدمه رابح بن فوازي يقول طالما أن أكثر من يطالب بإبعاد عبدالغني من جمهور وإعلام الهلاف أنها عودتها في صالح الفريق أحد المغردين الظهر ناس ما يحيى يقول أنا أهلاوي ما لي علاقة بالنصر بس يا أخي واضحة ضيفك في بينه وبين النصر وحسين مسألة شخصية ولا لا غير صحيح لو حسين الآن هو أهلاوي نعم يسألون ليش الأهلي يستغنع عنه السؤال للنصر يسألون يستغنوا عن حسين عبدالغني في عز المستوى ليش يستغنع عنها الأهلي بس أنها قدم متسويات متميزة هو قدم أنا أقول لك أنها قدم فترة يعني لا يمكن أن نقصيه عن الإنجاز الذي حققه النصر لا لا 2014 و2013 لا هو قدم مستويات مكان يأدي لا لا يأدي اللعب اللعب الآن وجوده ذار على المشاكل وضعها في فن زحل العالمي يقول يجب إبعاد عبدالغني عن المباريات القوية وضعها على الدكة العمر يحكم تبقى أسطورة الأساطير أي أسطورة؟ أي أسطورة؟ هذه أسطورة شغل عن ماجد شغل عن الهرفي بس في بعض النصراويين يصفون شوف نصراويين يصفون نصراويين نصراويين نحن مش مع أول شيء تراقب عندنا أنا ما هو منذ الأساطير لأن الأسطورة في المعناها الحقيقي خرافة ولا يوجد في كرة السعودية لاعب تمين أسطورة ما جاب أنه لاعب كهس العالم هل هناك لاعب أخذ كهس العالم يعني ما عندنا أسطورة؟ ما عندنا إحنا نسمي حتى ماجد عبد الله إحنا نشوف حتى ماجد عبد الله دعني أقول لك إحنا مشكلتنا ما نفرق بين عاطفتنا والواقع إحنا لاعب لو جاب لنا المنتخب السعود حصل على كهس العالم وجاب لنا لاعب كما عمل ماردونة أنا أقول عنها أسطورة في نجوم أصحاب السويات كبيرة جداً حققوا ما عندنا أي لاعب يطلق عليه لقب السطورة نهاية ولا ماجد نهاية ولا يوسف ثنيان ولا سامي إذا الجمهور الآن أطلق على حسين عبد الله نسطورة حتى أنا أطلق على عبداليز الجنوب نسطورة حقق مع النصر كاس آسيا مرتين وحقق مع الدوري مرتين وكاس الخليج مرتين وكاس الاتحاد مرتين أكثر أما حققه طيب بس في أشياء متفقين عليها يعني إحنا ما نختلف على ماجد عبد الله ما عليش ما نختلف على يوسف ثنيان في أسماء مع احترامي الرأيك أبو سامي في أسماء متفق عليها متفق من ناحية متفق عليها بأنها أسماء استثنائية بندر أخي بندر يعني لما أجي لما أجي وأقصي ماجد عبد الله من اللقبة الأسطورة أعتقد أنها تقليل منها ما يعني أسطورة محروف أسطورة لا يمكن أن يتكرر أنت بندر إعلامي لا يمكن أن يتكرر دورك تنويري ودورك ما أضرب كلمات كذا حتى أنا الآن أقول لك أني حسن الله أسطورة برضو الكلام هذا ما فهمتني لا فهمتك تقول المتفقين إحنا كجمهور رياضي نشوف ترى نجومنا أفضل العالم لكن لو نشوف جمهور آخر خارج كيف ينظر نجومنا برضو ما أنا أقول لك إذا حقق واحد المنضخب السعودي كاس العالم أنا أقول أنه أسطورة طيب آخر العنوين من صحيفة اليوم من النصر إلى الهلال بأمر المدرب والرئيس الزلزال خارج حسابات الهلال إلى التفاصيل لتأزمت العلاقة بين الهلال ومهاجمه ناصر الشمراني الذي يمثل منتخب الأول حاليا في معسكره الإعدادي في العاصمة الأماراتية بوظبي حيث أكدت مصادر الميدان المطلعة داخل بيت الهلالي أن مستقبل الشمراني بات في مهب الريح خاصة بعد أن تطابق الرأي الفني المقدم من المدرب دياز مع رأي إدارة النادي إذ يرى الطرفان عدم جدوى استمرار اللاعب مع الفريق الأول في الفترة القادمة لعدة أسباب دكتور نايف ناصر الشمراني باختصار هل ممكن يضيف فنيا الفترة القادمة للهلال؟ والآن في آخر مستواه الفني وأيضا ما حصل غير منضبط فالهلال يحتاجه لعدم وجود يعني ناصر هو مهاجم الثاني في الهلال بعد المهاجم البرازيلي ليو لذلك مدرب ممكن يحتاجه لكن فنيا وفريق يبحث عن بطولات أنا لو كنت في إدارة الهلال استغنيت عن ناصر وعن ياسر نعم إنه خلاص تقدم فيهم العمر والذات ياسر نعم ومستوام الفني انتهى ممكن من ثلاث مواسط نعم لذلك بقاهم في التشكيلة هو على حساب لاعب صاعد نعم طيب على هاشتاق واحد اسمه من حاش من المدرسة يقول بندر الشهري يسقط على ماجد عبد الله أنا أسقط عليها بوسامي قبل شوي أنا أقول إذا ما عدينا الكابتن ماجد عبد الله من ضمن الأساطير من بقع أسماء نعدها من ضمن الأساطير يعني ماجد عبد الله أعتقد أنه يعني حالة استثنائية لا يمكن حتى أن نتحدث عنه بهذه الطريقة كابتن ماجد عبد الله إذا ما كان هو على رأس قائمة الأساطير من ممكن يكون على رأس هذه القائمة هذا رأي الشخصي ورأي الغالبية من الوسط الرياضي إذا كان الدكتور نايف الروقي لها رأي آخر يحترم ويقدر على العين والرأس حتى وإن لم نتفق مع رأيها لا يمكن أن نصادر رأيه أو نقصر رأيه أو حتى نرفض الرأي الذي قدمه إذا كان في حدود الرأي أما إذا خرجنا عن حدود الرأي لأعد هذا أمر آخر شكرا لك بوسامي أعضر لك نقطة نحن الآن ما نقول كل واحد يسمي أسطورك أنا بمصطلح أسطورة خدم ماجد عبد الله الكرة السعودية بشكل غير طبيعي وقيمة كبيرة وإمكانيات كبيرة لكن حتى لا يوجد في الكرة السعودية لا أعرف تستحق عليها رغم أني أنا متحفظ على مفردة تسطورة هذه الموجودة عندنا نعم شكرا لك الدكتور نايف الروقي الكاتب والخبير الرياضي والناقد المعروف ورئيس تحرير صحيفة المدرج الإلكتروني أعطيك العافية أبو سامي شكرا لك تمتعت اليوم معك شاكر لك ساعة مرت هوى شكرا الله يعفو حبيبي شكرا لك أبو سامي شكرا لكم مشاهدينا كل التحايا من فريق العامل الغد إن شاء الله موعد جديد في أمان الله